الرهان الأخير على حل طال انتظاره هو ذاك الذي يعقده المراقبون على مبادرة من المقرر أن يعرضها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ على طرفي مشاورات الكويت التسريبات التي رشحت عن مضمون المبادرة تشير إلى مقاربتها بمستويات مقبولة للقرار الأممي رقم 2216 الذي يره وفد الحكومة إطارا لا يمكن الخروج عليه قبل الانتقال إلى مرحلة الترتيبة السياسية هذه المقاربة ربما تبقي على منسوب الرفض من الطرف الانقلابي على حاله خصوصا وأن المبادرة حسمت مسألة التزمين على نحو جعل من الترتيبات السياسية والبحث في تشكيل الحكومة الجديدة إجراء لاحقا لعمليات الانسحاب وتسليم السلاح لا تتوفر صورة كاملة عن هذه المبادرة لكنها على ما يبدو لا تستثني الانقلابين من المكافأة السياسية ويكفي أنها ستحملهم إلى منصة الشراكة متحررين من أعباء حرب فجروها وأراقوا فيها دماء اليمنيين وهدموا البنية التحتية للبلاد وأورثوا اليمنيين تركة ثقيلة من الإحن والأحقاد بعض المراقبين أبدى قلقه حيال هذه النهاية غير السعيدة للأزمة التي تتضمنها المبادرة المرتقبة للمبعوث الأممي حيث تطوى الحرب بدون عدالة تطال سفاكي الدماء من القتلة والمجرمي فاستنادا إلى هذه المبادرة سيتم الاكتفاء بحمل الانقلابيين على إنهاء بعض مظاهر الانقلاب وليس كلها حيث ستحملهم على التنازل عن قرارات لا شرعية لها أصلا ومنها ما يسمى الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من إجراءات لا تتوفر ضمانة حقيقية لإمكانية طيها أو إنهاء أثرها وتشمل فيما تشمل الإهدار الهائل للأموال والثروات والاستيلاء على الوظائف وتضخيم الجهازين العسكري والأمن بالميليشيات المتورطة في قتل اليمنيين سيأتي المبعوث الأممي هذه المرة متسلحا بالمبادرة وبقدر كاف من تأييد الروعة الدوليين لكن ذلك وحده لا يكفي لأن تؤسس هذه المبادرة إطارا جديدا للحل فذلك في نظر المراقبين يتطلب أن تأتي المبادرة معبرة بشكل واضح عن المرجعيات الأساسية للأزمة اليمنية وأن تحترم التعهدات التي تلقتها الحكومة من أمين عام الأمم المتحدة والروعة الدوليين وأن تتسلح الإرادة الدولية بقدر مقبولا من المصداقية وبالردع الكثيلان بلجم مشروع الإنقلابيين الذي لا يتقيد أصلا بهذه المرجعيات